النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا ودايما لما اجي اتكلم مع حضراتكم لازم نضع أساس لهذا الأمر لأن ممكن الواحد ينسى في يوم من الأيام ولكن لما اجي اتكلم دايما طلع جمهور النادي الأهلي برا المعادلة اللي أنا بتكلم فيها لأن الجمهور من حقه أن يفعل ما يريده ويقول مهما يقول وينتقد مهما ينتقد الجمهور من حقه يعمل كل حاجة لأن الجمهور هو العنصر الرئيسي في هذه المنظومة أو العنصر الوحيد والرئيسي في هذه المنظومة اللي بيطلع من جيبه يحط عشان يروح يتفرج على نادي اللي بيحبه وخصوصا جمهور النادي الأهلي وبالتالي دايما لما اجينا اتكلم نطلع نفسنا أو نطلع جمهور النادي الأهلي برا هذا الكلام اللي أنا بتكلم فيه دايما لأنه لما بتكلم كلام قد يبدو انتقاد فأنا ما بيوجهوش أبدا أبدا لجمهور النادي الأهلي إطلاقا ولا حيحصل طول عمري ما حفكر في هذا الأمر وعمري ما هعمل كده لأنه أنا واحد من الناس اللي دقت يعني إيه جمهور وشفت لما الجمهور ينده بقيل وحسه ويندهو كانوا بيندهو خلينا اتكلم على نفسي كانوا بيندهو علي فانعارف قيمة الجمهور كويس جدا جدا فعمري ما ده هيحصل ولكن ممكن زي ما حتكلم النهاردة حتكلم في موضوع مهم جدا 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 لأنه في النهاية كلمة الحق هي اللي بتتقال بدون غرض لأنه لو دخلها الغرض ما تبقاش كلمة حق الغرض قد يكون أي حاجة حط بقى في الغرض ده أي حاجة وانا هنا عايز اتكلم مع حضراتكم عن حالة انا رسدتها بعد ماتش سانداونز من بعد اصدقائنا من النقاد والإعلاميين بعد اصدقائنا مرة تانية بعد اصدقائنا من النقاد والإعلاميين كل واحد فيهم عامل أنه هو جهبز وعايز يركب الموجة وينتقد النادي الأهلي اللي هو من حق أي حد ينتقد طبعا ويقول إسلام غلطان محمد غلطان النادي غلطان اللعيبة غلطان كل واحد من حقه أنه هو ولكن ينتقد لكن عندما تنتقد يجب أنت فيه أرقام وحقائق بتودينا ومعايير معينة تخلينا نقول مين اللي صح ومين اللي غلط فهناك بعض الإعلاميين والنقاد اللي بيتكلموا عن الفريق الجنوب إفريقي ساندونز وهو واحد أنا دايما نقول كده قبل النهاردة وحفظة لقول كده واحد من أهم وأفضل الفرق في إفريقيا يقول لك إيه أنا سمعت النهاردة وأنا مثلا في الراديو بقى سمعت ومبارح سمعت فأنا قلت إيه ده هو فيه إيه إن الفريق الجنوب إفريقي عنده سكاوتينج وعنده مدير رياضي دينماركي وعنده مش عارف إيه فين وإيه وخلوا فريق ساندونز إنه هو إن أنت بتتكلم عن الأهلي مثلا لا يمكن مقارنة النهدي الأهلي بأي حد يا جماعة خلينا نكون موضوعيين وإحنا بنتكلم أنا بتكلم هنا عن النقاد والإعلاميين خلينا نكون موضوعيين وإحنا بنتكلم أو بعض منهم طبعا يعني إيه موضوعيين يا عم إسلام هقول لحضرتك يعني إيه موضوعي أنا ما عنديش مشكلة في كل اللي بيتقال قول اللي إنت عايزه كل واحد يقول ولكن لما تيجي ترجع للأصل لما تيجي ترجع للأصل هتعرف وإنا هوري لحضرتك الأصل النهاردة إيه اللي حصل عشان لما تيجي حد يتكلم يبقى فاهم يبقى عارف على فكرة اللي بيتقال ده كله اسمها أدوات عمل بتختلف من نادي للتاني والكل نادي فلسفته الخاصة بيه يعني مثلا عمرك ما حتلاقي إدارتين بيشتغلوا زي بعض في أي نادي في العالم وبالمناسبة ممكن ووارد جدا تلاقي أدوات زي دي تكون موجودة في النادي الأهلي أو هتحصل الفترة اللي جاي على حسب فلسفة واحتياجات النادي ورؤيته مش إسلام ولا مش مسألة تقليد ولا أنه هو إجبار أنه نعمل كده ولا أنه هو لازم يبقى موجود ولا أي حاجة ما هو ممكن يكون موجود ولكن بشكل مختلف أو بأسماء مختلفة هو ليه يعني حضراتكم كأصدقاء يعني أصدقائنا من النقاط والإعلامين بتحاولوا تقولوا أن سانداونز حلو والأهلي وحش ما عنديش خلاف بالمناسبة أن نادي سانداونز بيكتهد في السنوات الأخيرة علشان يوجد لنفسه مكان على الساحة الإفريقية لكن بعد إذن حضراتكم المقارنة هنا مش في محلها لأن المقارنة مع النادي الأهلي خسرانة طيب خليني أبدأ مع حضراتكم سؤالي في المقارنة هل أو إيه هو أهم عنصر تقييم عشان نكون واضحين يعني إيه أهم عنصر في التقييم سانداونز بيعمل وبيسوي وبيتعاقد وجيب عشرين واحد محل الأداء وخمسمائة واحد مش عارف إيه وستمائة واحد إيه ووالله عالجمال والحلاوة ونجيب مدير رياضي على فكرة ممكن جدا يحصل لكن أنا ما بتكلمش أنا بتكلم في طريقة العرض اللي الناس بتعرض بيه طيب هو سانداونز بيعمل كل ده ليه؟ بيعمل كل ده عشان يكسب بطولات صح؟ إذن المعيار الرئيسي لتقييم النجاح هو إيه؟ إحراز البطولات طيب بما أننا بنتكلم عن أصل الناس كلها تقولك سانداونز ممكن حضرتك تقول إيه؟ إن الأهلي وحش في هذه المباراة وسيء واللعيبة وحشة جدا والمدير الفني وحش جدا أتقبل ده ما عنديش مشكلة لكن تقول إن سانداونز أفضل من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة؟ فنيا أتكلم مع حضرتك وقول أنا هقول رأيي وحضرتك هتقول رأيك بعض أصدقائنا من النقاد والإعلاميين يعني تقولوا رأيكم وأنا أقول رأيي ونتجادل في هذا الأمر من الناحية الفنية لكن خلينا أتكلم مع حضرتك بأهم شيء يخليني أسكت ويخلي حضرتك تسكت برضو خلينا أتكلم مع حضرتك في آخر خمس سنين ولا أقولك عشر سنين والنادي الأهلي وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا بالطريقة الأديمة اللي الناس بيعتقد البعض أن هي طريقة أديمة اللي البعض من النقاد والإعلاميين بيعتقد أن هي طريقة أديمة هي مش طريقة أديمة بالمناسبة نحن دائما داخل النادي الأهلي عندنا تطوير كل سنة بيحصل حاجة والسنة الجاية هيحصل والسنة اللي بعدها هيحصل والسنة اللي بعدها هيحصل النادي الأهلي وصل في آخر عشر سنين كم مرة نهائي دوري الأبطال من 2013 لغاية 2023 لغاية 2023 لغاية السنة دي ممكن حد يقول لي من أصدقائنا من الإعلاميين والنقاط يقولوا لي أنا هنا ما بتريقش ست مرات النادي الأهلي وصل لنهائي أفريقيا في آخر عشر سنين ست مرات بنسبة 65 أو 60-70% لم تحدث في تاريخ الأنداء في العالم أو في أفريقيا خلينا نتكلم عن أفريقيا لأن ده اللي أنا درسته أو شفته يعني طيب وصل للنهائي ثلاث مرات صح؟ كسبنا منهم كم مرة؟ ثلاث مرات كسبنا ثلاثة وخسرنا ثلاثة كسبنا 2013 و2020 و2021 وتخطفت مني 22 السيناريو مش هرجع أتكلم فيه لكن هو ده يعني أنا وصلت نهاية أفريقيا في آخر ست مرات في آخر عشر سنين ست مرات خسرت ثلاثة وكسبت ثلاثة روح تكسل عالم خمس مرات منهم مرتين أخدت الميدالية البرونزية في خلال الخمس مرات دول طيب ده بالنسبة لدوري الأبطال كم سوبر إفريقي؟ في آخر عشر سنين أربعة سوبر إفريقي وفي ثلاثة عشر على ما أتذكر واربعة عشر خدنا لكم فيدرالية آدي لطريقة الأديمة أو اللي البعض بيعتقد أن هي طرق أديمة خلي بقى لحضرتك طيب آخر عشر سنين النادي المتطور اللي هو بيعمل كل حاجة صح وكل حاجة عنده صح إيه؟ أخد إيه في آخر عشر سنين؟ طيب نادي سانداونز كسب في آخر عشر سنين بطولة أفريقيا واحدة اللي هي كانت في 2016 على ما أتذكر على حساب نادي الزمال ده لا أنا فاكر يعني في تاريخه كله ما وصلش إنهايغر مرتين منهم المرة اللي كسب فيها لـ 2016 والمرة التانية لعب ضد النادي الأهلي في 2001 دي بعيدة بس أنا بتكلم عن آخر عشر سنين سانداونز عنده كم سوبر إفريقي؟ واحد سوبر إفريقي سنة 2017 لكن من حق حضرتك تقولي إن النادي الأهلي وحش في هذه المباراة أو في هذه البطولة أو في دور المجموعات طبعا متزبز بالمستوى في مباراة الهلال اللي كانت في السودان متزبز بالمستوى في مباراة سانداونز اللي كانت هنا متزبز بالمستوى وحش فنيا قول زي ما أنت عايز لكن عن أي مقارن حد بيتكلم أو بيتحدث اللي بيتقال بقاله كام يوم ده من بعض النقاط والإعلاميين الزملاء أخواتي وأصدقائي ده حق في الظاهر لكن يراد به باطل حق ظاهر ولكن يراد به باطل خلي بالحضراتكم السم في العسل وأنا ده رأيي بمنتهى الصراحة ومش رأيي أنا آسف أن أنا أقول كده ولكن ده 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 أرقام بتقول هذا الكلام وتؤكد هذا الكلام الأهلي هو نادي القرن الإفريقي وكبير الأندية الإفريقية مهما حصل مهما حصل مش بالكلام وبالزعيق وبالأحاديث وبالمش عارف إيه لا 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 بالتاريخ والنتائج والواقع بيقول كده في أخطاء أنا لا أبرر أي شيء ولا حستطيع أن أنا أبرر أي شيء لأنه وفي حد يبرر هزيمة زي دي لا يمكن أن أنا أبرر ولكن أقدر أتكلم عن أن اللعيبة وحشة ليش عارف المدير الفني وحش النهاردة في هذه المباراة في هذه البطولة لكن أتكلم عن النادي الأهلي لا أقف واتكلم عادل أي حد يتكلم عن النادي الأهلي ويقرنه أصل التطوير والكلام الكبير اللي حضراتكم عارفينه ده أصل التطوير طبعا النادي الأهلي يريد تطوير طبعا النادي الأهلي بيطور وأنا قلت لحضراتكم وما زلت عند كلمتي أنا أول واحد طلعت لحضراتكم يوم الحد وقلت لحضراتكم أن مهما كانت نتيجة لو فوزنا بهذه البطولة اللي احنا خسرنا فيها من سانداونز دي وربنا كرمنا يوم القط كسبنا والسابت الهلال كسب سانداونز كسب الهلال وبعد كده كسبنا الهلال وصعدنا لنهاء البطولة واخدناها اقسم بالله سيكون هناك حساب للمقصرين مقصرين من كل الاتجاهات فانا ما خلاص الموضوع ده انا قفلته مش هتكلم فيه تاني ولكن يجي تتكلم عن نادي الاهلي لا اقف وشوف الارقام والتواريخ مش كلام اسلام ولا كلام جمهور الاهلي اقف وشوف التاريخ بيقول ايه ما تخلفوش الواقع قول النادي الاهلي عنده كبوة عنده مش عارف ايه الكلام اللي احنا بنقوله هنا في قولات الاهلي كلنا قلناه عندنا كبوة وحنطلع منها وبواقفة جمهورنا اللي هو العمود الفقر انبارح كلمت في هذا الامر وانه العمود الفقري لكل شيء خلاص حنطلع من اللي احنا فيه وحنوقف مع فرقتنا وحنفضل نساند فرقتنا هو ده اللي حيتعمل بالمناسبة مننا ليه؟ لان ده النادي الاهلي انا ما بساندش لعيب ولا بساند مدير فني ولا بساند ادارة انا بساند النادي الاهلي كيان النادي الاهلي واللي انا تعلمته من الاهلوية للاهلوية اللي عارفين كلهم جمهور النادي الاهلي كله عارف يعني كيان النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر